قولوا ايه الواحدة يعني بعرفها راحت اجارت الشابكة اللي هو الاهل اللي كان نفسها لا بس ده بقى اكمالك اجارت الشابكة وخدتها وراحت عملت زيها بالزبط طبق الاصل صيني قارف ان انتو ادهب الصيني ده هو مش دعب ده وقالماص وزركون وكده وراحت بعد ما عملت زيها صيني رحت رجعت الشابكة تاني وردت الفلوس هي كانت دفع جزء وهو كانت دفع جزء وتشبكت بالشابكة الصيني عشان تعدي موقف الشابكة وتبقى دعمت اللي هي بتحبه تشوفها ازاي تقراها هي ازاي وتقراها ازاي وتشوف علاقتهم تمشي ازاي تخدع اهلها طبعا درائي بس خلاص موقع لا واضحة طب طب ومانه طب ومانه ومانه لما تخدعهم في سبيل شبها يعني احسنت انا في الاخر عايزين نتكلم على انه الست هتساعد الراجل في موقف الصغر هتبقى جنبه في ظهر تمام بس هو يعني هارجع برضو الورا شوية اقولكو الاوقات اللي الراجل بيبقعد فيها سرحانه ما بيتكلمش ما بيقولش ما بيعانش ده المين اللي بيفكر فيه المين سوبجيكت اللي دماغه وشغالة فيه انه انا مش عايز في يوم الايام يبقوا محتاجين حاجة اللي هما فيه دلوقتي ده انا عايزة ودهولهم اصلا فانا بفكر في شغلي بالطريقة المعينة وبتاق لقدر الله لو ده حصل بيب انا بقولك ده اوحش حاجة ممكن تحصل لرجل بس ممكن انا بقولك ممكن مش اوحش حاجة صدقني اللي اوحش منه انك تفقد حد قريبا لا اوحش منه انك حد بتحبه يا عيه مرة ديامة الموضوع تاني بس انا بتكلم في الحياة في الحياة الجارية الحياة العادية دي دي من الحاجات اللي ممكن توجه على الراجل جدا وممكن ما يبينهاش طبعا يعني يا جماعة ممكن عشان نروح للموضوع اللي بعده اللي انتي اشارتي لي من شوية رفض الاهل معناه انه ممكن العلاقة دي تنتهي لو مفيش حب حقيقي هي او مش هتحالها هي هتنتهي ولو فيه حب حقيقي مش هتنتهي لو فيه حب حقيقي لا مش هتنتهي لا فيه فيه الناس اللي هي قرصوا على ولادهم جامد وبوازوا الموضوع فعليا يعني وتعمل فيه كل المحاولات من الناحيتين ويعني انتهى انه هو ما حصلش افاكرين فيلم البحث عن فضيحة طبعا لما كان بيروح كل مرة طبعا فيلم خسير طبعا تفكرين بيروحوا بيروحوا بيترفضوا بيروحوا بيترفضوا لا يعني انا اعرف ناس كتيرة والموضوع ده اثر عليهم في بقية حياتهم معنا فكر ما لقوش الحب الحقيقي وفضلوا طول حياتهم واتقف كنا اتجوزة الشخصين فاكتلاقي دخل علاقات كتير قوي ودخل حلال يعني ولوش بقى دخل اتجوز كتير ومش لاقي اللي بيدور عليه نعم